النهاردة كان فيه أدوار لمحمد صلاح أدوار غير الأدوار التقليدية بتاعت الجناح هل الأدوار دي تتناسب مع محمد صلاح؟ علماً أنه في بعض المباريات الماضية كان بيعمل نفس القصة دي في بعض الأوقات بس مش من بداية المباراة فكرة أنه يلعب مهاجم تاني أو تحت المهاجم هل الأدوار دي تناسب محمد صلاح أو لا؟ شوف يا كابتن كريم هايز أقول لحضرتك أن محمد صلاح تناسبه الأدوار دي في الفرق الكبيرة اللي بتشتغل على الشق الهجومي اللي بتهاجم إنما لما جاء لعب فريق هو منظم دفاعياً وعنده تكتلات دفاعية وما عندهمش المساحة اللي محمد يقدر يلعب فيها فلازم يلعب في مكان فالنهاردة أنا ما استفدتش استفادة كبيرة بمحمد لأن دعبته في مكان غير مكان يعني خرجته دخلته من على الطرف دخلته جوه لعبته شادو سترايكر مع كتير جداً مع مصطفى فبالتالي الزحمة كتيرة في قلب الملعب وعمق الملعب فما دتلوش المساحات اللي هو محتاجة اللي هو حرفية حطيته في حضن المدفعين بالضبط فالأمور دي إمتى بقى إمتى الكلام ده لما فرقة بتبقى بتمثل علي عبء كبير وضغط علي وعندها مساحات في الخطوط الخلفية حط محمد صلاح سترايكر حط محمد صلاح في الهاف اليمين حطه في أي مكان حيقوم بواجباته إنما مش مع الفرقة اللي بتتكتل دفاعي ده بالنسبة لمحمد صلاح